بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وتحية لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة اليوم الثالث لموضوع معركة بدر اليوم نتأمل أنه نغطي بعض جوانب المعركة التي كانت تسمى غزوة وأطلقنا عليها معركة لتحولها من غزوة إلى معركة كما أسلفنا فاليوم إن شاء الله نغطي بعض جوانب مهمة من هذه المعركة وعدناكم البارحة يوم أمس قصدي أنه نشوفكم اليوم بعض الأفلام أو الفيديوهات عن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية راح إذا أسعفنا الوقت وبقعدنا مجال راح نعرج على هذه الفيديوهات وإذا لا فبالتالي راح نضطر أنه نأجلها إلى حلقات قادمة راح نوضح لكم بها بعض الأشياء التي ربما تكون خافية عليكم بموضوع الطاقة السلبية والإيجابية إضافة إلى الطاقة الكهرومغناطيسية هذه طاقة أيضا هي تحيط أو تلف أو تغلف جسم الإنسان طاقة مهمة جدا هذه الطاقة الشون نفعلها والشون نخليها تكون يعني بأعلى الدرجات من الأهمية والفاعلية ونستفاد منها في الجوانب الإيجابية هذه المواضيع ربما يعني ما راح تكون يعني ضرورية ملحة في الوقت الحاضر أو في حلقة اليوم لكن إذا قدرنا نغطي ما موجود عندنا من معلومات في موضوع معركة بدر ذاك الوقت راح ناخذكم في جولة مع هذه الأفلام وهذه المواضيع التي ربما تكون شيقة لكم نحن راح نفتح باب الاتصالات لأن اليوم هو الليلة يعني الليلة هي الليلة الثالثة من هذا البرنامج الذي يتطرق فيه لهذه الغزوة وإن صح التعبير لهذه المعركة معركة ذات أهمية قصوى حولت التعريخ حولت مسار المسيرة الإسلامية أو الإسلام بالكامل من إسلام ضعيف إلى إسلام قوي من جماعة مضطهدة إلى جماعة قيادية تقود العالم بأفكار الدين أو خلي نقول بتعليم بتعاليم الدين الحنيف بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي ما قال جهد أن يبث هذه الدعوة حتى ينتشر الإسلام في كل مكان وإحنا نعرف جد انتشر وين وصل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من إسبانيا إلى حد الصين ومن شمال نقول الدول الإسكندنافية أو الأوروبية إلى جنوب أفريقيا إلى جنوب الجزيرة المحمدية يعني هذا الانتشار الواسع بدأ النواتبي بمكة وبالتالي لما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وصارت الغزوة غزوة بدر حولت مسار التاريخ بالكامل لذلك إلها من الأهمية ما يتطرق إلها يعني كل الباحثين وكل المعنيين وإحنا اليوم أو الليلة في ذكرى غزوة بدر وبالتالي نتأمل أن نحوز على رضاكم ورضى الله قبل رضاكم ورضى أهل البيت والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت أنه إحنا دا نقدم موضوع ربما يفيد بعض المعنيين بالشأن الإسلامي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون جميل جدا أن نبتدئ موضوع اليوم بهذه الآية الكريمة حتى نأخذ نبذة سريعة شاملة لموضوع المعركة لموضوع الغزوة كان سبب ذلك يعني ليش رب العالمين يقول أنه أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لأنه طلعوا مثل ما بينا لكم هذه رح ننطيكم المختصر طلعوا من أجل غزوة بدر هذه حتى للناس اللي ما كانوا يتابعونه اللي هسه ربما دايشوفون البرنامج ننطيهم نبذة مختصرة وتغطية لبعض الجوانب بتفصيل يعني كما يستحق الموقف فليش يعني هذه الآية نزلت يقول وكان سبب ذلك أن عير قريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأمر أصحابه بالخروج ليأخذوها فأخبرهم أن الله تعالى قد وعده أحد الطائفتين يعني وراء ما طلعوا نزل الوحي الله سبحانه وتعالى قال إما العير أو قريش إن أضفر بهم يعني إذا لقاهم إذا صارت الحرب يعني إذا التق بيهم وزيلا فخرج في ثلاث ماء وثلاثة عشر رجلا هم دولة أدت أهل بدر بعدين أرافنا أنه أبو سفيان لما سمع هذا الموضوع حاول يأخذ بالقافلة إلى جهة الغرب جهة البحر وقدر يعني ينفذ من أيدي المسلمين بعد ما نبه قريش وقال لهم أنه تعالوا استنقذوا أموالكم شو ندزلهم الخبر يقال أنه هو أجر أو استخدم رسول لقريش شخص اسمه ضمضم بن عمر الخزاعي وانطاع عشرة دنانير وقال له انت روح زيلا إلى قريش امضي إلى قريش وخبرهم بالخبر وانطاع بعض التعليمات قل له أنه قل لهم أن محمدا والصبات من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فدركوا العير أن محمدا والصبات يعني يطلق على المسلمين أنه ذولا صبأوا يعني يعتبر أنهم دينهم هو الدين الحق وذولا صبأوا يا محمد لأن تركوا دينهم وراحوا صاروا مسلمين فذولا دا يتعرضون إلى إبلكم فدركوها للإبل وش سواصة؟ شوف هنا أنا أكون نقطة مهمة لازم نلتفت إلها يعني حتى يشحذ الهمم مالتهم حتى يقلبهم حتى يهيئهم للمعركة أنه يجيبون جيش ويجيبون يزيد من شحنة الطاقة السلبية عندهم ضد المسلمين أرفته؟ شقله؟ وأوصاه أن يخرم ناقته ويقطع إذنها حتى يسيل الدم ويشق ثوبه من قبل ودبر يعني شق دومه من الأمام ومن الخلف ويجزع أنف الناقة فإذا دخل مكة ولا وجهه إلى ذنب البعير يعني يركب البعير بالمقلوب وصاحب أعلى صوته وقال هذا شنو؟ أبو سفيان دي يوصيه يقول لهيك يسوي وقال يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا أدركوا وما أراكم تدركون هالشكل يعني مو بس يقولهم أدركوا وما أراكم تدركون هذا استفزاز يعني شوف الكلام هم بيتحفيز هم بيستفزاز بنفس الوقت انتبهوا على الكلمات يعني هذه مو عبت يعني من قلة هالشكل قول وما أراكم دون الجند ويتحركون ويتحركون الشيء بالشيء يذكر نقول أنه بنفس الوقت بنفس الوقت اللي أبو سفيان دز هذا ضمضم إلى الخزاعي إلى مكة حتى يقلبهم حتى يحفزهم بنفس الوقت يقول أنه آتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة أيام يعني قبل لي يجي هذا الرسول من أبو سفيان إلى المدين إلى مكة هي شافت بالمنام شافت حلم قبل ثلاثة أيام كان راكب كأن راكبا قد دخل مكة ينادي يا آل غدر يا آل غدر أغدو إلى مصارعكم صبح ثالثة يعني بعد ثلاثة أيام أغدو إلى مصارعكم ثم وافى بجمله على أبي قبيس هاي ده تحكي الحلم طبعا فأخذ حجرا قد هده من الجبل يعني شلع حجر من الجبل زيان وش سوى به هذا فلما ترك وهد يعني شمر من الجبل يقول لك فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابه منه فل الذه يعني جزء من هذا الحجر هذه هي ده تحكي الحلم اللي شافته وكان وادي مكة قد سال من أسفله دم فانتبهت الذعرة فأخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة أنه قال لها قال لها آتك شافت هذا الحلم وحشال هي عتبة بن ربيعة قال قال هاي مصيبة مزيان راح تحدث في قريش وطبعا وطبعا الخبر ما بقيم عتبة اللي قال له يا العباس وإنما انتشر في قريش انتشار النار في الهشيب عزيان أبو جهل سمع بالموضوع اش قال أبو جهل قال ما رأت عاتك هذه الرؤية شوف دي كذب دي كذب ما رأت عاتك هذه الرؤية وهذه نبية ثانية في بني عبد المطلب واللات والعزة هو يحلف هذا أبو جهل لننتظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقا فهو كما رأت وإن كان غير ذلك لنكتبن بيننا كتابا أنه ما من أهل بيت من العرب شوف ماكو بيت من العرب أكذب رجالا ولا نساء من بني هاشم يعني يقول ننتظر إحنا ثلاثة أيام إذا هذه ما طلعت الرؤية صحيحة أحنا نشيع بالعرب أنه ماكو بيت بالعرب كلها زيان أكذب من بني هاشم على اعتبار أنه هو دا يتهموها بالكذب ودا يتهموها أنه يعني شنو يقول لك يعني رأت هذه الرؤية شنو منا النبي محمد قال أنا النبي ومنا هذه تشوف رؤية أهم أنا صارت نبي برأسنا هذا مفهومهم جاهلية ما يستوعبون الموضوع يعني يتهمون أي واحد يخالف رأيهم ويخالف العادات السيئة اللي فطنة وكبرى وترعرعوا عليها زيان زيان يقول لك مضى ثلاثة أيام أول يوم قال هذا مضى يوم وكل شي ما صار مضى اليوم الثاني قال هذا اليوم الثاني مضى وكل شي ما صار زيان بالتالي زيان آخر شي جاهم الخبر من ضمضم اللي يجي اليوم الثالث دخل عليهم وحيشين لكم شنو اللي سوا حسب تعليمات أبو سفيان اللي هو دزة استعجر بعشر دنانير وفهم شي يسوي لما شافوا هذا الموضوع وهذا الخبر اللي وصلهم السيء بالنسبة لهم أسوأ يوم في تاريخهم أسوأ يوم ذاك اليوم اللي سودت بوجوههم بعيونهم حتى الدنيا يقول لك خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس الله سبحانه وتعالى يقول ليش لأنه طلعوا وسووها حفلة طلعوا تقريبا بتسعمائة وخمسين نفر وتجهيزات وغيره واخذوا وياهم المشروب والقواني والدفوف والمعازف وإلى آخر يقول لك مو احنا رايحين حرب رايحين إلى حفلة منو طلعوا وياهم ذولة تعرفون طبعا هذه طلعوا وياهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب مزيان هذول طلعوا ويا قريش ويا الكفار طلعوا حتى يحاربون المسلمين مزيان بغض النظر هل هما طلعوا خائفين من قريش وتحت تهديد طلعوا طوعا طلعوا كرها طلعوا المهم هذول اللي طلعوا من بني هاشم طلعوا ويا قريش حتى يحاربون الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين زيان زيان يقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع بثلاثماء أو ثلاثة عشر رجلا فلما كان بقرب بدر على ليلة منها بعث بسيس بن أبي الزغبة وعدي ابن عمر يجسسان يشوفون الخبر أنه وين وصلوا جماعة قريش الجيش مالتهم إلى آخره خبر العير القافلة جوي على ما يبدر وشربوا وشاف وشاف جماعة هناك موجودين على الآبار وسئلوهم وقالوا لهم أنه العير أو خلينا نقول أنه المشركين على بعد كذا وكذا من بدر وأبو سفيان قريب يعني بكرة يوصل إلى موقع البير فرجعوا أخبروا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالموضوع أبو سفيان يجي بعدهم يشرب ماء من هذا البير فسأل الشيخ الذي موجود قاعد على البير الشخص فسأل قال له ما أخبار محمد اللهم صلي على محمد قال له أنا ما عندي خبار قال له إصدقني القول إذا كذبت علي ترى ظل عار عليك وقريش مرا حتى هادنك لما تموت ويبقى عار برقبتك إلى ولد الولد شون نقول يعني أجيال القادمة فحلف قال له أنا ما أدري يعني أنه شنو خبر شنو خبر محمد اللي انتدى تسأل علي ولا شفته قال له زين أحد يجي قال له يجي واثنين أخذوا مي شربوا وسئلوا ومشوا فراح أبو سفيان على موقع اللي أناخوا به الإبل هذول الاثنين اللي جمعت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي دزم يتقصون الأخبار فيجي على مواضع الإبل مالتهم شاف الروث يعني بعر الإبل فتفة هالشكل فشاف بيه نوى التمر طبعا هذا الشخص اللي حلف له يقال اسمه كسب جهني زيان ففتفة الروث ما الإبل فتفة شاف بيه نوى التمر فقال هذه علائف يثرب يعني عرف أنه هذه الجمال جاية من المدينة لأنه بيه التمر وهذول يعرفوا لهم تمور وغيره وشاف النوى بال يعني مخلفات الإبل فعرف عنده فراسة يعني المهم قال هذه علائف يثرب وهؤلاء والله عيون محمد فرجع مسرعا وأمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومروا مسرعين يعني استعجل شاف كو خطر هناك طبعا بل أثناء يقول ونزل جبريل جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره أن العير قد أفلتت وأن قريش قد أقبلت لمن عيرها وأمره بالقتال انتهينا هسا هذا صار بعد ما بها مجال لازم يقاتل ووعده بالنصر وكان نازلا بالصفراء منطقة اسمها الصفراء فأحب أن يبلوا فأحب أن يبلوا الأنصار لأنهم إنما وعدوه أن ينصروه وكان في الدار شوفوا هنا التفاتة كلش مهمة ويعني ولطيفة بنفس الوقت لما دخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار حموه وصار وياهم عاد أنهم هم يحموا ويدافعون عننا لكن وين في المدينة فهذا الاتفاق وهذا العهد اللي بيناتهم لكن ما قالوا لأنه نحميك وندافع عنك خارج المدينة فراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمتحنهم أنه هل هذا العهد يوفون بيه خارج المدينة أيضا لو بس في إطار المدينة نفسها فلذلك حتشين لكم وقلنا لكم الشون سألهم وخيرهم وامتحنهم وحتى هنا يقول فأخبرهم يعني أنه عدو أن ينصروه وكان في الدار فأخبرهم أن العير قد جازت يعني راحت يعني الغزوة مثل ما نقول تأجلت تكنسلت وأن قريشا قد أقبلت لتمنع عيرها وأن الله قد أمرني بمحاربتهم فيقولهم بعد شنو اللي صار طاهم هذا الخبر قالهم القافلة راحت بعد ما أكو غنائم وهسا أصبحنا في أمام معركة وحرب يقول لك فجزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك خلاص حرب ما منها مزيد وخافوا خوفا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أشيروا علي امتحان دي امتحنهم شوف منه لي يصمد منه ما يصمد وشوفنا وسمعنا أنه اشقال المنافقين المنافقان أبو بكر وعمر أنه أنه ما راح نقدار وقريش منذ كفرت ما آمنت وعزت وما ذلت وإلى آخره من الكلام المحبط إلى أن قال لهم يعني قال لأبو بكر أقعد سكته والعمر قام حجة نفس الكلام ما لأبو بكر أيضا قال لأقعد اجلس زيان وشفنا أنه ذول المنافقين كانوا يثبتون العزائم وشون أنه المقداد رضي الله عنه وشون الجماعة الآخرين اللي هو سعد بن معاد زعيم الأوس والخزرج الشون قالوا أنه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إحنا وياك ونحارب وما نتركك ولا نقول ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى وإلى آخره القصة المعروفة زيان فالرسول طبعا صلى الله عليه وآله وسلم الناس تبشر فصار موضوع المعركة أمر لا بد منه زيان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل حتى نزل عشاء على ما بادر حلو الكلام وهي العدوة الشامية وأقبلت قريش فنزلت بالعدوة اليمانية هسا رح نشوفكم احنا شوية يعني إذا المخرج شوية يساعدنا احنا رح نشوفكم يعني لحظات هسا نشوفكم وين العدوة حضرة المخرج إذا ممكن العدوة الشامية والعدوة اليمانية شوفوا هنا هذه الخريطة هسا تبين لنا هذي بجوغل هذي موقع بدر موقع المعركة هذي وين العدوة الشامية والعدوة اليمانية هاي العدوة الشامية ده شوفوها هذي اللي فوق وين الإشارة هذه اللون الأخضر زين هذي هنا هاي العدوة الشامية وإهنا نجوه العدوة اليمانية فتقابلوا هذي طبعا هي أرض المعركة أرض معركة بدر هذي مأخوذة صور من جوجل يعني هذي صور حقيقية يعني تشوفون حتى هنا موقع هسا نشوفكم هذي هنا إذا تشوفوا هذي موقع المقبرة يعني الشهداء هنا هذا تنزل عشان على ما أبد وهي العدوة الشامية وأقبلت قريش فنزلت بالعدوة اليمانية وبعثت عبيدها تستعذب من الماء فأخذوهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وحبسوهم فقالوا لهم من أنتم قالوا نحن عبيد قريش قالوا فأين العير قالوا لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فانفتل من صلاته فقال يعني القريش لما جدت دزوا غلمانهم حتى يجيبوا لهم ماء من الآبار يعني يسبقوهم شوية بسرعة يجيبوا لهم ماء ويرجعون بس من وصلوا للماء أسروهم جماعة المسلمين وبدوا يحققون وياهم قالوا لهم انتم من وقالوا احنا من جماعة جيش قريش ودن نستسقي لهم قالوا لهم انتم دا تكذبون فضربوهم الرسول كان دا يصلي لما انفتل من صلاته قال انه قالوا هما ذولا الصبيان قالوا احنا من قيرب سفيان فتركوهم وضربوهم فقالهم انتم لما كذبوا عليكم لما صدقوكم القول صدقوكم القول ضربتوهم ولما كذبوا عليكم تركتموهم يقول ان صدقوكم ضربتموهم وان كذبوكم تركتموهم علي بهم جيبوهم جيبوهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال جيبوهم فقال لهم من انتم قالوا يا محمد نحن عبيد قريش قال كم القوم اشقد العدد ما للجيش قالوا لا علم لنا بعددهم بعددهم قال كم ينهرون في كل يوم جزورة يعني اشقد يذبحون من الابل اذا انتم ما تعرفون العدد ما تشوفون كم بعير يذبحون كم جمل يذبحون فقالوا تسعة الى عشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله تسعم مائة الى الف يعني خم من تسعة الى عشر جمال يذبحون معناتها كل جمل يكفي مئة شخص فمعناتها هم من تسعم الى الف يذبحون من تسعة الى عشرة اذا هم من تسعم الى الف زيان قال فمن فيهم من بني هاشم يسأل هذول الغلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العباس بن عبد المطلب ونوف بن الحارث وعقيل بن أبي طالب فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذول الغلمان أنه يحبسون حبسهم قريش سمعت المسلمين أخذوا غلمانهم اللي دي جيبوا لهم الماي وحبسوهم إذن ذول مو بس متمكنين حتى على المواقع حتى على الآبار فصار بهم من سمعوا الخبر الرعب يقول فبلغ قريش ذلك فخافوا خوفا شديدا ولقي عتب بن ربيع أبا البختري بن هشام فقال له أما ترى هذا البغي والله ما أبصر موضع قدمي يعني خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت فجئنا بغيا وعدوانا والله ما أفلح قوم قط بغوا هو يقول ولوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهب كله ولم نسري هذا المسير فقال له أبو البختري إنك سيد من سادات قريش فتحمل العير التي أصابها محمد وأصحاب وأصحابه بنخلة ودم بن الحضرمي فإنه حليفك فقال عتب أنت علي بذلك وما على أحد منا زيان خلاف إلا ابن الحمضلية زيان يعني أبا جهل يعني يقول أنه ليش يعني جينا طلعنا والمرة بطار ومكيفين والدفوف والمزامير والقواني وعلى أساس أنهم نزهة مو معركة وبعدين هذا اللي صار بينا العير أفلتت وإحنا تورطنا الورطة زيان وآن له هذي كلها ذهب البعير يعني القافل أو لا مو يمهى بس إحنا جينا هالجي التعيس المهلك هل قد ما صابهم شوف سبحانه وتعالى شوان قذف في قلوبهم الرعب زيان المهم وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه كثرة قريش ففزعوا فزعا شديدا وشكوا وبكوا واستغاثوا جماعة من هذو ألب الله حقهم لأنه طالعين على غزوة وعلى عير ومنفعة وإلى آخر بعدين بين ليلة وضحاها قلبة الغزوة إلى معركة وهم العد مالتهم قليلة وسلاحهم قليل وإلى آخر المهم فحقهم يعني خصوصا بهم الضعفاء الإيمان جديد الإيمان لسه مكتمل إيمان ضعيف فصابهم هذا الضعر يعني ففزعوا يقول لك ففزعوا فزعا شديدا المسلمين وشكوا وبكوا واستغاثوا فأنزل الله على رسوله رب العالمين سبحانه وتعالى رأفة بهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم شوف الله سبحانه وتعالى رأسا يعرف أنه ذول ما عدهم قابلية قلبهم رجيك ضعيف إيمانهم ضعيف يعني أكو احتمال يرتدون فشوية حتى ينقول يبخ قلبهم شوية يريحهم شوية أعصابهم حتى تهدأ فنزل هذه الآية الله سبحانه وتعالى قالهم وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين شو تردون بعض هذا بتقريبا بقى عدد جيش قريش الكفرة ألف من الملائكة خلاص أنتوا بس توكلوا على الله وشدوا العزيمة وأصبروا ويثبتوا والنصر قادم إن شاء الله تعالى فشوية حتى يطمنون وشوية أعصابهم تهدأ ويشحى خلي نقول ويفعل عدهم الطاقة الإيجابية لأنه رأسا نزلت عدهم الطاقة الإيجابية إلى الصفر صاروا بالماينس يمكن بالناقص زيان المهم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم خلص بعد يعني هذا شي قاطع ما يقبل الغلط ولا اللبس أنه هذا النصر جاي و الله سبحانه وتعالى دازلكم جيش من الملائكة بعد ما عدكم عذور زيان إذا ارتاحوا ناموا بالليل حتى يصبحون على يواجهون ربما العدو تبدأ المعركة فناموا القلق التعبان المدرئيش اللياذي فالله سبحانه وتعالى سوى يعني جاءهم النعاس حتى ينامون يرتاحون حتى يقعدون نشطين ثاني يوم يواجهون العدو بالمعركة فيقول إذ يخشاكم إذ يخشيكم النعاس أمنة منه يعني حتى تأمنون ترتاحون يصير عدهم استرخاء واحد ينام ترتاح أعصابه يهدأ شوية يشوف التطمينات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الوحي من الله سبحانه وتعالى فخلاص يأخذ له غفة يرتاح يقعد فريش تمام زيان إذ يخشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان هنا أكو التفاتة همينا أيضا لطيفة وجميلة خلونا نفتهم شنو فايدة هذا المطر اللي نزل هل هو مجرد مطر وخلاص لو أكو إلى أسباب إلى حكمة أولا واحد يقعد من الصباح يغسل لما يلقي مي مطر يغسل يسبح رأسا يتنشط ودائما نقول وقلنا لكم سبقوا أنه المي لما أنت تجي تعبان من الشغل وتجي للبيت لا تقدر تأدي أي واجب أي شغل أي شي متهالك لما تفوت للحمام وتاخد تتنشط لأن المي يطرد الطاقة السلبية بالجسم فهذا المطر لما يجي طرد الطاقة السلبية عندهم وبنفس الوقت تنشط هاي منفعتين من المطر منفعة ثالثة أنه قسم على بعض الروايات أنه من المسلمين يعني زارهم الشيطان يعني أجنبوا بالنوع فبالتالي إجي المطر حتى يطهرهم وإحنا سبق وأن بينا هذه المنفعة الثالثة أنه المطر ممكن يغني عن غسل الجنابة إذا واحد اختسل بالمطر يغني عن غسل الجنابة فهذه منفعة ثالثة شنو المنفعة الرابعة والأهم راح تقولون شنو هي راح أقولكم فد شي فد نقطة كل شي مهمة يعني هسا راح بعدين ورا فترة راح نشوفكم صور للأرض المعركة صور حقيقية مو بالجوجل يعني ولو الجوجل ها محقيقة بصورة حتى شوفكم طبيعة الأرض نفسها شنو هي الأرض هي صح تربة لكن رملية وهاي خاصة التربة الرملية من خواصها أنه إذا يعني حطيت قدمك القدم يغوص ويعتمد على الخف اللي لابسه القدم مالتك ثقل جسم مالتك يعتمد على هذن الأشياء اشقد قدمك يغوص بالرمل أرض رملية وهذا واقع وطبيعة تعرفوا كل زيان لكن لما إجا المطر إجا المطر بالمناسبة أكو أكضا نقطة مهمة لازم تنتبهولها المطر مو بس نزل على المسلمين نزل على المسلمين وعلى المشركين بوقت واحد ولو هم قريبين طبعا من أرض المعركة يعني من بعض بيناتهم بس أرض المعركة لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن الإعجاز والمعجزات أنه المطر اللي نزل على المسلمين رذاذ خفيف واللي نزل على المشركين زوابع رعدية أو مطر يعني غزير شنو اللي صار اللي صار أنه الأرض الرملية اللي واكفين عليها المسلمين زيان أصبحت سلدة شوية جامدة يعني أنتم جربوا أو قسم منكم مجربين لما أكو عندك رمل من تخلي أنه إيدك علي إيدك تغطس تخلي رجلك رجلك تغطس يعني يجي ثقل علي ضغط علي لكن لما ترش بالماء شوية تضغط يكون متماسك يعني الرجل ما تغطس فهذا جد لهم منفعة رابعة للمسلمين أنه الأرض ما قامت التعب من المشي يمشون عليها براحة لأنه أصبحت متماسكة لحد ما نتيجة الرداد أو المطر الخفيف اللي نزل عليها العكس اللي صار بالنسبة للمشركين لما نزل عليهم المطر قوي الأرض مالتهم أصبحت طين قام يخوضون بالطيان الهواء اللي إجاهم الزوابع يعني بحيث بهذلتهم بهذلة من هاي التمام بحيث يعني هم كفروا وكفروا وبعد بنفسهم وبجية مالتهم وبآلهتهم اللي ما نصحتهم أنه ما كان لازم يطلعون هو هذا اعتقادهم طبعا المهم فهذا الوضع اللي صار يقول وكان المطر على قريش مثل العزالي وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رداذا بقدر ما لبد الأرض يعني لبد الأرض يعني صمد الأرض خلاها شوية متماسكة يقول وخافت قريش خوفا شديدا فأقبلوا يتحارسون يخافون البيات فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود فقال ادخلا في القوم واتونا بأخبارهم فكان يجولان بعسكرهم لا يرون إلا خائفا دعرا زيان فراحوا دزل رسول صلى الله عليه وآله 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 بن ياسر وعبدالله بن مسعود قال شوفونا تقصونا أخبار القوم فراحوا شافوا شافوا الذعر والخوف يعني لكل خائفة والكل مذعورة في معسكر الأعداء زيان المشركين زيان زيان وبعدين فسمعوا اجسمعوا منبه بن الحجاج هذا يعني دا يقول شعر أو يرتجز منبه بن الحجاج شي يقول يقول لا يترك الجوع لنا مبيت لابد أن نموت أو نميت يعني هلقى الجوع احنا متنا من الجوع وبعضي اهمي لون موت لون موت فما ندري أيهما يعني شوف حتى الكلام مالتهم أصبح به نوع من وصف الحال أو هو بالواقع وصف للحال جوع خوف من معركة وما يدرون أنه راح يخسرون أو ينتصرون فلذلك الرعب شملهم بالكامل لأن الله سبحانه وتعالى قال قال لا أقذف في قلوب الذين كفروا الرعب زيان المهم هسا نرجع أنتو تعرفون طبعا النتائج شنو اللي صار أو وش قد اللي من المسلمين استشهدوا وش قد من الكفار انقتلوا وبعدين اتأسروا طبعا الجماعة يعني بني هاشم وبعدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدين افتدوهم وأطلق سراحهم زيان لكن نحن نقول يعني المعركة انتهت بانتصار المسلمين وانكسار الجيش انكسار قوي جيش المشركين وبالتالي من وراها ما قامت قائمة إلى الكفار بعد ذلك زيان هذه احنا اخذنا شوية تفاصيل في بعض الجوانب للمعركة وخلينا شسمه على قدر الوقت وما يسمح بي يعني وبالتالي شوفوا هنا اي هسا احنا هنا دا نشوفكم هذه يعني على عجالة لأن الوقت يعني مدى يسعفنا لأنه نمطي تغطية كاملة لكل الجوانب في كل التفاصيل هنا شوفوا هذه العدوة الشامية دا تشوفوها وإهنا العدوة القصوى اليمانية هنا جيش المشركين وإهنا جيش المسلمين بالأخضر وجيش المشركين بالأحمر وتشوفون هنا هذه موقع المقبرة ما للشهداء اللي صارت بعدين هذه هنا على يمين الصورة وهنا وسط المعركة هذه المعسكرات الثانية وهذه ساحة القتال إذا تشوفوها هنا ساحة القتال اللي صار بيها هنا حمزة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين زيان وهنا زيان عتبة وشيبة والوليد زيان وهنا صارت المبارزة الأولى بالمعركة وتعرفون شنو النتائج إن شاء الله إذا يصير لنا مجال مستقبلا سنحكي لكم على مواضيع أخرى ربما معركة بدر ربما غيرها ربما يصير لنا مجال أن نتحدث وياكم أو نشرح لكم على مواضيع الطاقة الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية ونشوفكم أفلام والطاقة الكهرومغناطيسية وحسب ما يسمح الوقت إحنا نقول في نهاية الحلقة نتأمل أنه استفادته من الطرح السريع المختصر بالتفاصيل مركزة في بعض الجوانب ونتأمل نلتقيكم يوم الأحد القادم في برنامج النبض العراق تحيتي لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر